مساء الخير و اهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس اخيرا اتحلت مشكلة القيد في نادي الزمالك و ابطال يا مجلة صدارة الزمالك و بصراحة يعني انجاز عظيم جدا سيبك بالدوري و سيبك من الكاس و سيبك من افريقيا و سيبك من كل حاجة يعني تحقق القاب قيد بالحج و ناصر منسي و محمود شبانة انجاز عظيم جدا ده الاحساس اللي بيجيه للنهاردة من الكلام اللي بيتكتب يعني هو اساسا يجوز يجوز و انت قاعد كده في خيالك كده نادي الاهلي او الزمالك مثلا و انت قاعد في خيالك يعني انت قاعد كده مثلا سرحان على البحر و رمي خيالك كده و تقول ايه ممكن الاخطاء اللي ممكن تحصل في الناديين الكبار دول هل ممكن يجي في بالك انه اهلي او زمالك يتعثر في قيد لعب لا مستحيل يعني على مدار تاريخ عظيم للاهلي و تاريخ عظيم للزمالك ما بتحصلش قصة زي دي ما بتحصلش يعني انه قمة الاخفاق الاداري هو ده هذا الشكل هو قمة الاخفاق الاداري نسيبه النادي صغير نسيبه الحد مش اخد باله نسيبه الحد يعني فعلا مش مش يعني مش مش قاري المشهد كويس اسيبه الحد مش يعني ما بيشتغلش ببلان واضح لبكرة وللفترة اللي جاية ممكن يعني يعني اتقبله لكن من الزمالك تحديدا صعب اتقبله لذلك قيد لعبت الزمالك وانا بقول قيد لاني الموضوع انتهى يعني سيبك من الفيلم اللي بتعمل والاخراج اللي هو بتاع الافلام اللي هو بياد وزل بتاع الزمان اللي هو اتحاد الكرة تلقى الاميل من الاتحاد الدولي يقوله ده شأن داخلي بس اخد بالك الراعي الامور السليمة والاجراءات السليمة والصحيحة والكلام ده فيوم جاء اتحاد الكرة بعته لاجرة التظلمات لانه هو ليس عنده قدرة اتحاد الكرة انه يصدر القرار ويظهر قدام الرأي العام انه كان قال لأ سمقه لأ فاحنا حنقوله طب ايه اللي جد اللي جد اللي جد انه لاجرة التظلمات هتقول آ ده اتحاد الكرة حيفهمنا كده يعني انما بتأيده يعني ده الكبر اللي بتعمل على لاجرة التظلمات ده بيطلع المستشار عدل الشرباجي يقول لنا الاسبوع الجا حنعلن القرار النقي وحنذاكر الموضوع طب صفة ايه الفيفا قال ده شأن داخلي مجلس الادارة الاتحاد هو اللي خد القرار فهو المسؤول كان من الاول ممكن يقول انا ها اعلق لو لاجرة التظلمات لها دور يعني كان ممكن ايه واحد 30 يناير اقبل لو قال انا ها اعلق القيد لحين الفصل في لاجرة التظلمات كنت ها اقبل انما ده كبري بتعمل عشان اخراج الفيلم في النهاية حتى يعني زي ما بيقوله كده يعني ايه ماء الوج عارفين انت بيقولك كده يعني فسيبك بالفيلم ده بس الفيلم الاقوى انه اقدرت الزمالك تظهر انه هما نجحوا وده اللي بتقيل انا هقول لك الفيفا الاول بعد بصوا بقى التسلسل الاخبار اللي نازل على المواقع فانا اخترت يعني ايه موقع واحد اخد منه الاخبار ورا بعد عشان ايه ابقى واخد التسلسل حتى في النشر يعني بتاعهم يعني يلا كورة بدأ شأن داخلي بالتحاد الكورة يكشف رد فيفا بشأن ازمة قيد صفقات الزمالك حلو قد الكورة كان عامل بيان قال ان جاله من الفيفا كذا 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 وقال ده شأن داخلي فاحنا هنبعت للتسلمات فقال لكورة بدأ بالخبر ده على البيان بتاع اتحاد الكورة حلو كده حلو كده ثم تصريح للمستشار عدل الشرباجي رئيس لاجرة التسلمات يعلن موعد الفصل في قضية قيد صفقات الزمالك قال لنا الاسبوع القادر اللي حينقشه من يعني حينقش القصة دي انا مش عارف وهينقش ايه انا مش عارف يعني انه الزمالك تظلى مع القرار ده الزمالك راح قداء دي يا لي وراحل فيه يعني انا مش عارف هينقش ايه والزمالك ايه يعيد يعيد مش قصة يعني والزمالك اكبر منك تدخله الموال ده كله تالت خبر نزل من ادارة الزمالك انتصر صوت العقل ارتداء ثوب البطولة هنا بقى ارتداء ثوب البطولة مع ان الادارة هي التي وضعت الزمالك في هذا الموقف المحرج انتصر صوت العقل الادارة طبعا بترد على بين اتحاد الكرة بشأن ازمة القيد ده يا فندم كل او ملخص هذا الفيلم الهازلي اللي من بدايته هازلي يعني من بدايته هازلي من كل الاطراف هازلي يعني ايه يعني هزار هزار ده مؤسسات كبيرة ومؤسسات عظيمة مقدرات كبيرة ومقدرات عظيمة لها جمهورية عظيمة ما ينفعش نوصل لان احنا في الخمساشر يوم اللي فاتوا فبناستضيف منسي بيبكي ومحمود شابانا بيعايته وبالحاج بقولك انا روح الفيفا ومستقبلي ضاع وده كلام كله الحقيقة لم يكن لائقا بالزمالك لكن في الاخر الزمالك اقوى من اي حاجة بجماهريتو بجماهريتو وبقعدتو الجماهريتو عشان كده انا دايما اقول له الجمهور كده اوعد خليك في ظهر حد الا ناديك الا لعبتك هنقعد نختلف ونطفق والناس تقعد تغني وتقولك ده بيقول وده بيتامر وده بعمل وده ما سكسينة وده بتخانق وده سيبكوا من كل الكلام ده خليك ورا لعبتك حتى لو فيه اخطاء قدامك دايما في ظهر اللعيب لازم وفيه كده حاجات انا هقولها الجمهور الزمالك واجري على الله يعني يعني لازم تقومه فتوح على رجليه لازم يعني لازم تتارجت نفس يعني فعلا تارجت نفسك كجمهور انك تقوم فتوح على رجليه انك تدعم سيف جعفر مهما يحصل وتحطه في المكانة القوية اللي تخليه يستلم مهمة صعبة جدا في نص ملعب الزمالك بص فيها فتحات فتحات يعني يعني فيها صقب وازمة في نص ملعب الزمالك من ساعة ما مشي طرق حامد ومن بعده امام عشور مؤخرا ففيه عندك امل في سيء جعفر لقد ما تعاود طرق حامد فتبقوا في ظهره ممكن نسمع كلام الفترة الجاية لانه عقده بيخلص بعد شهرين وبدأت انديها تكلموا وبدأت ناس تترقب وبدأت ناس تسخنوا فالتلازم تبقى في ظهره لان دول هم اصل الفريق اللي الجمهور بيحبوا الجمهور ده ملوش علاقة بالترابيزة والكرسي يعني هم مش اعضاء في النادي ملوش علاقة بالقصص اللي جوه النادي هم لهم علاقة بالفرق النادي فلازم طول الوقت تدعم فريق النادي الفريق النادي عنده ماتش صعبة جدا يوم بكرة مع المريخ السوداني فلازم الجمهور يدعمه بأي شكل كان فجمهور الزمالك هو اللي اكبر بص جمهور الزمالك هو اللي اكبر اتحاد الجمهور الزمالك اللي ممكن حدي يتطاول عليه جمهور الزمالك اللي لما يتدايق ويفط فط فالناس تشتموا الجمهور ده هو اللي ليه الفضل في القيد ده اللي اتحاد الكرة بيقول لك اصبح شأن داخلي فحاول لك التظلمات تحسما للجمهور ده ليك وانتو فانتو قوة نادي الزمالك وانتو ضهر نادي الزمالك تتجرجروش للكلام الصغير طول الوقت تترفعه من كلام الصغير وتبقى في ضهر جمهور ضهر في رقيتك طول الوقت بجد في ضهر في رقيتك طول الوقت وكل السيناريو اللي حاصل ده انا مش مندهش منه لانه زي ما قلت لحضراتكم الزمالك اكبر من انه يتخش في المعادلة الصغيرة دي اتحاد الكرة فيما يقيتش اصلا فيه فلوس موجودة اصلا في لان شتم علان عمل ده سوى واخناقات وحواديت وقصص ومبويل كل الكلام ده ما يجب ابدا 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 ان ينزلق ليه نادي الزمالك نفسه ما يصحش بصراحة يعني عشان كده الخيد مهم واحسن حاجة عملتها ادارة الزمالك انها وجهت على طول ليه ادارة الكرة تجاهز البسبرات وتجاهز التصريح بتاعت السفر الخاصة بالتلات لعيبة الجدد اللي ان شاء الله بنعمل يكونوا اضافة للزمالك وزي ما قلتلكم بارح المنافسة الممتعة اللي بقى كل المنافسين شغالين وعندهم قوة في ارض الملعب وددتكم مثال بارح برشلونة وريال مدريد برشلونة متهم بالتهام خاص بالنائب العام وتحقيقات واتهمات برشور اللي نائب رئيس لجلة حكام سابق في مجلس ادارة سابق في برشلونة وفي مطالبات في الاعلام بهبوطه بدرجة تانية اللي دفع عنه ريال مدريد لانه اي هزل برشلونة واي سخوط لبرشلونة وهبوطه بدرجة تانية انهيار لريال مدريد طب يعني ايه ده ريال كده يبقى ضمن كل حاجة اقولك لا معاني ريال مدريد تاني الدوري الاسباني دلوقتي ورا برشلونة بتمن نقط كمان برشلونة متقدم تقريبا بتمن نقط ورغم كده يهمه يبقى برشلونة وقف على رجليه ليه عشان تظل المنافسة قائمة ويظل العنصر الاقتصادي قائم والرعيات على اشدها والرعيات الريال مدريد يعني واخد قيمة عالية جدا جدا من الرعيات والتسويق والبس التلفزيوني بوجود برشلونة في الدوري الاسباني تخيلها وبرشلونة يسمى درجة تانية ويبقى ريال مدريد بينافس الاندية التانية اللي موجودة يعني اتلتكو مدريد ولا بلانسيا ولا المريا ولا الاندية اللي هناك دي صعب جدا جدا انه ريال مدريد دي اخد نفس الفلوس اللي بياخدها او الاراضات اللي بياخدها وبوجود برشلونة لذلك دايما بقول كده انه انه مش صح انه انه يعني الاهلي يبع عنده احساس انه لازم يفتج بالزمال فيصعد في قصة القيد دي لا انا بقول للاهلي ما تصعدش انا عندي اخبار ان الاهلي بيدرس الملف وبيزاكي وهيبعت شك وانا بقول للاهلي لا يعني في الموقف ده بقوله لا لانه الكيان ما له الزمب ممكن تكون الادارة على خطأ ممكن تكون فيها عناد وفيها تجاوزات حصلة من الادارة والتحاد الكورة وترتب عليه ان الزمالك اللي بدفع التمن فانا بقول للاهلي من فضلك لا لانه النادي الزمالك ككيان وفرقة الكورة ومكانة النادي وفرقة الكورة واللعبة للحوادية اللي بتاع صدود عموما اللعيبة التلاتة بس براتها راحت لإدارة الكورة والتصريح التصريحات الخاصة بالسفر الى تونس لانه انتعارفين الزمالك عنده المريخ بكرا ان شاء الله في ليبيا ماتش صعب جدا هنتكلم عنه دلوقتي ثم الجولة التالية هتبقى مع الترجي في تونس وترتيب الماتشات بتاع الزمالك صعب جدا عندك المريخ وبعدين رايح تونس هتلعب مع الترجي وبعدين الترجي هنا وبعدين شباب بولوزداد هناك وبعدين المريخ هنا الترتيب نفسه صعب جدا ومجهد جدا ومرهد جدا فما فيش وقت لايه للحواديد للحواديد والجمهور فاهم كل حاجة الجمهور فاهم وعارف كل حاجة ترجمة نانسي قنقر